مساء الرضا كيف حالكم انشاء الله طيبين اليوم عملت لكم سفرة جدا روعة حاجة روعة جدا تنفع تقدموها غداء هذه السفرة او تنفع كمان عشاء روعة جدا عملت لكم المسقعة العادية والمسقعة بالبشميل او المسقعة اليونانية ورز بالشعرية طبعا المسقعة تقدروا تأكلوها مع الرز او تأكلوها مع الخبز زي ما تحبوا سوى كانت شفء اليونانية اللي بالبشميل هي حلوة تتاكل بالخبز او ممكن كده بالملعقة زي صواني زي صينية كرات البطاطا وحلوة تتقدم بالبوفيهات والعزايم جدا لذيذة حاجة جدا روعة شوفوا خلونا نبدأ بالمقادر بطريقة التحضير انا هنا عندي كمية من البدنغان طبعا قطعوه بشكل يعني عرض الاصبع فهمتو يعني يكون لا سميك ولا كتير رفيع هذه حلوة تكون بالصواني ما تكونش رفيعة البدنغان بعد كده رشيته كده رشا ملح والان بعمله بطريقة تقريبا صحية ما بقليش البدنغان انا بشويهو هنا بعندي صاج رشية زيت كده مسحي زيت او بالفرشة وابدأ احط البدنغان هذه الطريقة جدا حلوة اللي يعانوا من قلي البدنغان انه يجبلهم الحرقان زي يعني صراحة البدنغان لما قليه احس بالحرقان لكن بدي الطريقة جدا حلو ممكن تقلوه زي ما تحبوه الان شوفوا ما شاء الله كيف تحمر بقلوبه القهد تاني المهم يتحمر من القهدين هو بالسرعة يستوي مياخدش وقت ولا يطول يعني خلاص شوفوا كيف تحمر من القهدين خلاص البدنغان قاهز شوفوا ما شاء الله كيف التحمير ممكن يعني تحمروه اكتر من كده اهمش تدهنو زيت الان تعالونا عصيق اللحمة تقدروا تعملوه كمان بالدجاج المفروم دقاج مفروم عادي شوفوا هذه الاداة حلوة بتعصيق اللحم نحنا نسميها نطقطق اللحمة عشان ايش تتفكك طبعا اللحمة لازم تعملوها صدمة تعالو النار وتحطوا اللحمة عشان تطلع السوائل عشان تطلع جوسي وحلوة هنا تعالونا اعمل بعضنا عصيق اللحمة الان بعمل الكشنة عندي كمية من الزيت والان ابدأ اضيف البصل مفروم واخلي لمن كده يتشقر البصل بتضيفه عليك كده في الصين او ثلاث فصوص من الثوم اكشنوه مزبوط الان بضيف بهارات السبع او البهارات المشكلة يعني السبع بهارات وشوية كركم وشوية صلصة وكشنهم تمام مع بعض طبعا اني بالعادة ما اضيفش صلصة بس لانه عندي الطماطم مش احمر عندي هنا اطلع طماطم افرزنه اطحانه واشطفيه وفرزنه بعدين اضيف الملح كده وقلبه تمام وخليه تسبك على نار هادئة عشان تتسبك الكشنة بس سبكت معايا الكشنة تمام الان بايش بسويه بضيف اللحمة اللي عصكته يعني اللحمة اول ما تعصقت اضيفه اقلبه كده مضبوط واضيف له فلفل اسود تقريبا انتم عادي تقدروا ما تضيفوش بهارات السبع تضيفوه بس فلفل اسود يعني ملح وفلفل اسود وكركم لكن اني اضيف لاني بعمل مسقعة اضيف البهارات السبعة ممكن تضيفوه قزر بشر قزر خلوه خمس دقائق بس شوية وخلاص وتكون جاهزة لا تخلوهش تنشف كثير خلوه كده شوفو كيب الا الكشنة كده تحسوها طرية شوية ما تحسوهش ناشفة مرة لا طرية ما فيها الصوس بس طرية خلاص الان كشنة المسقعة جاهزة بحضر الرز هنا عندي رز استخدمت رز عنبر غسلته اكتر من مرة بعد نقعته مغلي وشوية خل وخليه على بل ما خلص التجهيزات وهنا عندي بطاطس اقلي طبعا حتى البطاطس لتخلوهش كتير رفيع شوية سميكة خلوه البطاطس خلاص قليته هنا قده جاهزة اكيد انتم ما شاء الله تعرفوه تقلوه البطاطس ما يحتاجش اني ارويكم كيف قطعها وكيف اقليها خلاص ما شاء الله شوفوه كيف اخليت صفة من الزيت عشان يكونش كمان بسم لانه كمان عندي الكشنة او اللحم شوية ما شاء الله مدهن الان بس تخدم هذا القدر اللي اني اشتريته تذكروا رويتكم يا البنفسقي قصدي السوسني السوسني نحنا في عدن نقوله اللون هذا البنفسقي سوسني تمام بعد كده بديت اروس البطاطس طبعا انتم تقدروا تعملوا طبقة بطاطس بعدين بدينغان طبقة بدينغان بعدين الكشنة هنا رويكم الاسوبتولة او الملعقة اني لوني بنفسقي او سوسني نفس القدر حطيت اني الكشنة قطعكم تقدروا تعملوا بدينغان وكمان البعض منستخدمش بطاطس بس بدينغان يستخدم يعملش طبقات البطاطا ابدا ما يضيفيش خلاص هنا بعد ما حطيت الكشنة كده رتبته بشكل يعني تمام مرتب ببدأ اروس البدينغان طبعا كده رتبوا البدينغان بشكل مرتب يعني قم بعض لا تخلوش كده عشوائي لانه العين تاكل قبل الفم يكون منظرة حلو بعدين لما تطلعوها على السفرة رسول بدينغان تمام طبعا هذه طريقة امي الله يرحمي ويغفر لي ادعو لي واذكروها دايما بدعاكم اني ربي يغفر لي ورحمي وغفر لي موتانا اجمعين وهنا كمان بزيين بشريح الطماطم شريح الطماطم مش بس للتزيين كمان يعطيها طعم لذيذ لانه اذا انتم شايفين انه المسقعة ما فيهاش صوس طماطم كتير شوفوا كيف بعمل الان مراقة المسقعة او التشريبة اللي اعمله عندي كمية من الزيت بضف ليه صلصة وبضف ليه كمان كمون وكزبرة بهاراتة بس كمون وكزبرة وبضف ليه فلفل حار طبعا اختياري الفلفل الحار والان بضف ليه كوب من الماء الساخن وكمان الملح عدلوا الملح طبعا لازم تنتبهوا انه نحنا عملنا الكشنة فيها ملح تقريبا هادي الصوس او المرقة نفس حق المحشي اللي انا يسويها الان برشة بسيطة ملح فوق الطماطم ببدأ اصب المرقة طبعا هادا المرقة او اللي يعني التشريبة قد تكون نفس حق المحشي نفس طريقة المرقة المحشي اللي انا اعمله كمية المرقة زي ما تحبوه دا تحبوه كتير او قليل انا خليه وسط خلاص غطوه عليها وخلوه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة الى خمستعشر دقيقة او ممكن تدخلوه الفرن هنا قبت كده الصينية الصغيرة الباقي يعني اللي تبقى من البطاطس والكشنة والبادنغان حطيت البطاطس بعدين حطيت الكشنة بعدين الان بحط البادنغان يعني جدا هادئة تكون الصينية جدا حلوة وسهلة تقدرو كمان يعني تعملوها باي وقت الان شوفوا ايش بضيف فيها عندي هنا ايش ملعقتين قبن سائل وملعقتين لبناء او ملعقتين زبادي اذا ما عندكمش لبناء عملو زبادي وممكن ما تعملوش يعني هادئ الخطوة بس تعطيها لدادة روعة وفلفل وفلفل حار اختياري تقدرو فلفل اخضر او فلفل بودر هنا بس عمل لي بس شوية من المرقة حاجة بسيطة حق ملعقتين كده صغيرة بعد كده بضيف اللبناء والقبناء السائلة اللي خلطتهم تعطيها طعم رهي بمستحيل تعملو دي الصينية منسألوكم كيف عملتوها ولا ايش المقادير او كده يعني جدا لذيدة شوفوا بعد كده ما فرته تمام القبناء واللبناء مع بعض الان بعمل طبقة البشاميل بعمل كوب معي من الحليب ملعقة كبيرة بشاميل وبخليها على النار اول ما تبدأ يعني تتقل ببدأ اضيف الزبدة عندي الزبدة بالثوم واضفت رشاة من القوزات الطيب كمان الملح ضفوا رشاة الملح والذكروا كمان انه الكشناء مالحة يعني متزودوش كمان البشاميل كتير ملح وحطوها على البشاميل كيف تعرفون ان البشاميل مستوي اول ما تعملوا كده خط البشاميل ما يكون سائل كتير نفس كده قوامه ممكن تعملوا لي قبناء من فوق ترشو لي قبناء بس اني ما رشيتش صراحة قبناء حطيت هنا عندي قلت لكم الكعك او البسكوت المالح اني طحنته وبدأت عشان يعطيله طبقة كده مقرمشة وحلوة يعطيله صراحة البسكوت قدر رهيب اني احبوه بالبشاميل والان ما شاء الله شوفوا كيف الصينية قاهزة قلت لكم اني ما حبيش كتير سوس المسقعة بس اذا انتم تحبوها يعني انتم بتزودوا تعالوا نعمل رزب الشعرية عندي كمية من الزيت وعندي ملعقة كبيرة سمنة وعندي كوب شعرية تمام؟ ببدأ احمر الشعرية على نار هادئة الشعرية لازم تتحمر على نار هادئة عشان تتحمر مضبوط واللون كله يكون زي بعض يكونش قهة محروقة محمرة وقهة لا على نار هادئة توصل الشعرية كده للون الدهبي او يعني اللون البني الفاتح مش ميكونش محروق طبعا نفس كده اللون يكون خلص بابدأ اضيف اصفي الروز من الماء وابدأ اضيف الرز ما شاء الله شوفوا كيف اقلبه كده قلبتين وابدأ اضيف تقريبا انا عملت كوبين رز بضيف تلاتة كواب ماء ساخن تلاتة كواب من الماء الساخن تقدروا تضيفه منكهات لان اضيف الملح على كل كوب رز ملعقة صغيرة ملح وخليه يغليه على اعلى نار اول من ينشف اقلبه كده قلبتين وابدأ احط له ورق الزبداء المبلل بالماء وعصرته وحطت تحته حديدة وحسبت له على نار هادئة لمدة من 15 الى 20 دقيقة بعد 15 دقيقة تقريبا شوفوا بس كيف الرز ما شاء الله تبارك الله ألد رز بالشعرية ما شاء الله مفلفل وطعمه لديد الرزة ما شاء الله مفتحة تمام تعرفوا ليش الرز يتفتح لما تعملوه بقدر كبير واسع تمام ما يكونش القدر عميق لا يكون واسع القدر وكمان يعني الدست تمام القدر هو الدست نحن بعدا نقول له أول ما تضوفوا الماء الحار تخلوه على أعلى شعلة النار قوية تكون تحتوى عشان تتفتح الحبات طبعا المصداقية اللي عندي مصررة اني أرويكم انه حبات الرز حبة بحبة والحبة طويلة وحلوة وهو حارق يدي تخيلوا اني تلسواع تشوفوا كيف يدي حمرة واني مصررة المصداقية اني أرويكم حبة بحبة لدرجة اني قلت ايش تحولت الى كيميائية طلعت لكم حبة من الشعرية وحبة من الرز ارويكم ايش الفرق بين حبة الشعرية وحبة الروز انها نفس الطور خلاص بدأ الشغل الكيميائي ولا الفيزيائي ولا ايش يقولو وهنا الصينية اني دخلتها هنا بالخبازة عندي عشان تتحمار بس وبدأت اقدم السفرة وهو احلى فقرة عندي هنا عندي الخبز اللي اني دايما عمله قطعتهم ثلتات وعملت كده شريح خيار وبدأت ازين طبعا ما عنديش اني كزبرة وهو زينه بالكزبرة فاني زينته بالبصل الاخضر وحطت شريحة الليمون بس عشان العين يعني تشوفو كيف الطبق ما فيه بش لون اخضر حطيت بس انتم زينه بالكزبرة طبعا حطت صينية البشاميل مسقعة بمشاميل والرز بالشعرية وقلت كده تعالوا ارويكم كيف القوام وكيف يكون انتم تشتر فيه بصوص خلو زودوا المرقة اللي فيه قلت لكم مسقعة ليه طرق كثيرة وكل واحد يعملوا على طريقته وهذه طريقة امي الله يرحمه وماشاء الله شوفو كيف الرز بحبة بحبة والطعم اللذي يد لازم تقربوها قربوها حتى بالبهارات اللي انتم تحبوها بطريقتكم انتم اللي تحبوها وكمان هنا صينية المسقعات بالبشاميل روعة 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 طبعا نحنا ناكله مع الخبز او مع العيش هذا العيش اللي اني اعمله دايما هذا العيش نحنا عملناه تقريبا امس عملناه باللايف في التوك توك والان تعالوا كده ندوق هادي المسقعة بالبشاميل جدا روعة رهيبة كده كمان تنفع لعشاء ممكن الاطفال يحبوها تعرفوا الاطفال يحبوه لغاوز كده دي الاشياء اللي بالبشاميل وقبنة انتم تقدروا تضفو ليه قبنة اني ما اضيف ليش قبنة هذا الشي كله راجع لكم انتم زي ما تحبوه ضفوها ايش تحب أسرتكم ايش تحبتكم ايش يحبوه من نكهات ضفوها ما شاء الله حتى تقدروا تاكلوها بالملعقة كده حاجة جدا روعة طبعا انا حابت اتكلم لكل يعني ربة اسراء انت معاكي اولاد زوج اخوان اب ام انت لما تقومي تطبخي وتقدمي الاكل بطاقتك الايجابية بروحك وترويهم فرحتك في السفرة انت عملت لهم بحب هذا الشي ينتقل لهم ابدا لا تقدمي لهم مش الاكل وانت طفشانة ملانة خلاص انك تعبتي من الطبخ ابدا متحسسيهم مش ده الشعور لا حسسيهم انك انت مبسوطة انك تطبخي لهم الاكل صدقيني يوم عن يوم بتشوفي هذا الشي يتغير في حياتك بتحب الطبخ وبتشوفيه ابدا مش متعب بالعكس بتستمتعي بالطبخ وبس والله اذا عقبك الفيديو لا تنسي الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنت حل منكم بالعافية لي ولكم